كشف تقرير صحفي حديث عن مخاطر جملة تزال تشكلها الألغام البحرية التي نشرتها ميليشيا الحوتي في المياه الإقليمية للبحر الأحمر منذ عام 2015 للميلاد بعضها انجرفت بمسافة 90 كم بين جزر حنيش ومضيق باب المندب وخليج عدن وقالت تقريرا التحالف العربي منذ عام 2017 عتر على العشرات من الألغام البحرية من بينها ومتطورد قدرات فتاكة على سفن الشحن ومصدره إيران مبينا أن نوعين منها متطور بوزن 42 كيلو جراما شديدة الانفجار وهي ألغام اعتراضية وموجهة والنوى الآخر ألغاما طافية بداية الصنع أكبرها يزن 70 كيلو جراما وتظل خطورتها قائمة حتى عشرة أعوام ويقول التقرير أن أغلب الألغام الحوثية مصدرها إيران عدل ألغام بداية الصنع التي تصنع محليا حيث تزود الميليشيات هذا النوع من الألغام المحلية برأسين أو أربع رؤوس تفجير قادرة على اختراق خمسة سنتيمترات من فلاد أي سفينة ويضيف التقرير أن ميليشي الحوثي اعترفت بنشر ألغام عائمة في البحر الأحمر مطلع عام 2018 وأسمتها مرصاد وبثت لقطات الحية في فيديو لعملية زراعتها وربطها بالسلاسل في مراس غير ثابتة وهي أنواع نزع منها المئات بالفعل من قبالة ميدي وأجزاء من عبس غربي حجة وباب المندب وذباب والمخى غربي تعز إضافة إلى القوخة والتحيطة والدريهمي جنوبي الحديدة بالساحل الغربي وقال مسؤولون أن الشريط الساحلي الذي يسيطر عليه الحوثيون شمال الحديدة ويبلغ طوله 200 كم لا يزال مفخخا بعشرات الألغام البحرية البعض منها مزروعة على مقربة من السفينة النفطية صافر وتوجد ثلاث حواجز متقطعة من مئات الألغام العائمة تطوق عشرات الجزر قبالتي سواح المحافظتي الحديدة وحجة وأكبرها وأخطرها حقول تطوق أرخبيل جزيرة كاميران وتحاصل خمسة آلاف مدني تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أشار أن لدى الميليشيات المدعومة من إيران ألغاما بحرية متطورة مصنعة من الألمونيوم بعضها عثرت عليها البحرية الإماراتية العاملة ضمن التحارف العربي عام 2017 عند تحرير ميناء المخة وهي من طراز قاع الذي كشف عنها الحرس التوري الإيراني في معرض للأسلحة عام 2015 للميلاد ويمكن أن تظل الألغام عائمة في البحر الأحمر حال عدم اكتشافها من 6 إلى 10 سنوات وفقا للخبراء الأمميين في حين يؤكدوا خبراء محليون أن الألغام البحرية المتطورة نقلتها إيران إلى اليمن قطعا صغيرة حتى يصعب اكتشاف مصدرها ويسهل تهريبها فيما النوع البدائي منها معبئة ومجمعة محليا لكن بموات وخبرات إيرانية خبراء محليون أكدوا أن الرياح تقوم بجرف بعض تلك الألغام إلى موانئ الاستياد الآمنة جنوبا ما يبقي الخطر محدقا على النقل البحري لأن مهامها تدميرية